كل احترامي للجميع اليوم دا علمكم عن او دا كلفت سنتنسز طيب هاي اللي كلفت سنتنسز سهلة جدا بند اكتب جمل وارجيك كيف الطريقة طريقة ابسط منها فيه هاي الجملة راح يبدو فيها ب دا بيرسون عشان اختصر عليكم بس بعمل عملية نقل الفاعل بخليه او بخليه اخر الجملة فاعل بخليه اخر الجملة فاعل بخليه اخر الجملة قبل يوعص هاي هيك اسهل طريقة ماشي هسا مش شلنا الفاعل بس بحط بداله بدا شي شي ها بفرصر ذا بيرسون طبعا بكمل الجملة هو ان 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 اما واز اذا بس باختصار الفاعل حطينا اخر الجملة وحطينا قبل لي واز وحطينا بدل الفاعل هو هذا بس اللي عملنا هزا في عندكم ايش ات في عندكم ايش ات هاي الات كمان سهل كثير بحط مثلا ات بحط بعدها ايش واز وبكمل فاعل نفسه فيه ات بعد الات شو بحط واز وبعد الواز بحط الاسم القام بالفعل هو مين شد بعدين شو بحط هو ات واز اسم اللي قام بالفعل بعدين هوك عشان الشخص وبكمل انفنتد ان يو انفنشن ان امام طيب وهاي سهلي جدا بس بحط بعد الات واز وبعدين بحط ايش الاسم القام بالفعل وبعدها بحط فو معه بالتدريج وبكمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة